موسيقى صحيفة جسر المحلية تقول ان الاهالي في بلدة لشعفة بريف دارزور عثروا على خمسين جثة متفسخة في سجن سري لتنظيم الدولة اصابة الشاب عمر الدمشقي بانفجار عبوة ناسفة في مدينة سرمدى بريف ادلب الشمالي الجبهة الوطنية للتحرير تعلن تدمير قاعدة صواريخ مضادة للدروع لقوات النظام على محور القصابية في ريف حما الشمالي وكالة تنبأ نظام سانة تقول ان 12 شخصا قتلوا اثر سقوط قدائف على قرية لضوح جنوب حلب وفصائل المعارضة تتهم النظام بقصف الموقع بالمدفعية من اكاديمية الاسد قوات النظام تعتقل 12 من النشطاء والعناصر السابقين في صفوف المعارضة والفصائل لبلدة تعقربة بريف دمشق رغم تسوية اوضاعهم ضمن اتفاق مصالحة المدفعية التركية تستهدف مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية في قرى المالكية وشوارغة ومرعناز وعين دقن ومنغ بريف حلب الشمالي